نشرت إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة الأرهبي نشيداً جديداً للتنظيم يحمل تحريضاً على القتال في أبياً وشبوة ضد القوات المسلحة الجنوبية كما نشر التنظيم أيضاً صوراً للهجوم الأرهبي الذي شنه التنظيم على نقطة أمنية تتبع الهزام الأمني في أحوان وأفاد متابعون للشأن المحلي أن تكرار نشر الصور والبيانات للعملية الواحدة أكثر من مرة يأتي لترميم شيء من القيبة واليأس والإحباط الذي يشوب جنود التنظيم خاصة بعد ذك معاقبهم من قبل القوات الجنوبية في العملية العسكرية سهام الشرق وسهام الجنود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر